ترجمة نانسي قنقر أنا مولود في 27 جاظي 1941 قريب نعمل 80 سنة طبعا بلدة ولا قرية ولا مدينة مدينة المكنين اللي موجودة في الساحل ومعروفة بالسوق فلاحية كبيرة حتى الآن وكان فيها مدرسة قرآنية أو أسفوها الأهالي بتاع المكنين وإلى جانب ذلك كانت مدرسة فرنكوة عربية اللي أسسها الاستعمار الفرنسي والوالد كان خريج مدرسة ترشيح المعلمين اللي كانت تكون في معلمين بلغتين باش ينجموا وقت اللي يبعثوهم في مدرسة نائية يبعثوا معلم برك باش يقري للعربية والفرنسية دونكو الوالد كان من المعلمين الأوائل اللي كانت عندهم الازدواجية هذا في التعليم وطبعاً درس حتى التقاعد وفي المدرسة كلها فرنكوة عربية لكن الأخرانين اللي أنا حضرت عليهم هما للمدرسة متاع قصر هلال وبعد مدرسة متاع مكنين لكل فرنكوة عرب عائلتك عائلت بن فرج كان عنده علاقة بالسياسة وبالشأن العالم في الفترة هذيك وقتاً في طفل هو في مكنين تم عائلتين اللي معروفين بانتماءهم للحزب القديم أي بقولولهم غرانتا حزب دستوري القديم هما عائلت بن ضياء وعائلت بن فرج وعمل هادي بن فرج وأساساً كان محرر في جارة الاستقلال اللي هي متاع الحزب القديم حتى الستستينات وطبعاً بابا كمعلم وعمومتي كمعلمين كلهم معلمين كانوا طبعاً عندهم الحس الوطني اللي نقولوا احنا وطني بالانتمال الحزب القديم لكن من ساو شلي الحزب جديد تكون في قصرالال يعني بعد قريب لمكنين قصرالال مكنين مع بعضهم كيف كيف دوق ثم برشا عائلات في مكنين انخرطوا في الحزب جديد ولهذا دوق المكنين كانت فيها والمعلمين اللي كانوا سوان في المدرسة أو في المدرسة الفرنكوة عربية الفرنسية وشنوها فرنكوة عربية فيهم اللي يميل للحزب القديم وفيهم اللي ميل للحزبي الجديد و... واخنا كلامذا كنا طبعاً تربينا عليك الشي هذك يعني وقتل بورقيبة جاء عمل دورته بعد ما روح بعد بعض برميجوان دهر في المدن أساساً في المدن الساحلية لخزب الدستور كان مركز أساساً في الساحل حتى رئيس الجامعة متاع الساحل مثلاً كان معلم في المدرسة القرآنية متاع مكنين محمد سخامة يعني معلم محمد سخامة كان معلمي شنو أهم المحطات اللي مرت بها في تجربتك الدراسية والتعليم والله كما كنت نحكي لك حتى بالتعليم الابتداي يعني كنا نحكيه على برشا قضايا على سبيل الذكر يعني معناها كانت في المدرسة الفرانكواراب لليبريري فيرت بنعرش ثمش كونخلطت عليها يعني مكتبة بيبلوتيك فيرت وشنوال يمكن من التلامذة باش يطلعوا على كتب أدبية مع المعلم بتاعنا في الإيكول الفرانكواراب طلب منك تلامذة باش نجيبوا كل واحد كتب باش نتريغوا المكتبة هذيك بكتب عربي ومن جومة الأشياء كان الوالد بتاعي ساند الخالو اللي عنده مكتبة معلمي ساحل مكتبة دونك تبيع في الكتب دو كان كنت نمشي المكتبة هذيك بالسرقة على بابا وننشري من عند خالو كتب ونهزهم باش أثريت المكتبة بتاع اللي كول فرانكواراب بتاعنا اللي كانت سي صالح لعمادي اللي هو المعلم بتاعنا وكاكت تأثت المكتبة بتاع المدرسة هذيك بالكتب العربية اللي كانت موجودة من طرف الإدارة بتاع المعارف خطر وقتها مثلا مش ويزارات اللي كان يشرف على التعليم في تونس اسمها إدارة المعارف في أي مرحلة وفي أي فترة تحديدا قضية الفترة الثانوية وقتش تحصلت على البكالوريا؟ تحصلت على البكالوريا ٦٨ قريدت أنا من طبعا من الابتدائي كان تم مناظرة بتاع الدخول للتعليم الثانوي السكولفولاسيزيان وكان المتفوقين أكثر يبعثوهم للصدقية اللي هم يشاركوا في المناظرة بتاع موكنين اللي أقل شوية يبعثوهم المعارف الثانوية بتاع سوسا واللي أقل شوية يحطوهم في الكور كومبليموتير كان عنا كور كومبليموتير في موكنين دون كان كنت يمكن من المتفوقين هذيك علش بعثوني لخزنة دار في قهام بشيط في المبيت بتاع خزنة دار التعليم الثانوي لكل وقريته غادي بداية اهتمامك بالشأن العام والعمل السياسي كانت في المرحلة السابقة للجامعة أم بعد؟ لا، نحن فكل الجيل هذك وقت الله كنت نحكي لك على برقبة كان يدور في المدن متع الساحل قبله هو جاء منجي سليم جاء عمل الاجتماع شعبي نحن كتلامدة كنا نحضروا في الاجتماعات هذي نحن ندخول اهتمامنا بال لا نجمع نقول كنت دستوري في الفترة لا كنت دستوري كنت نحب على استقلال تاع البلد كانت أحداث هذين وخمسين كبيرة اللي وقت في موكنين ذوك عشناها، أحداث اثنين وخمسين اللي صارت بعد ثمنتاز جانبي وقت الله وقع سجن برقبة أول تحرك شعبي صار في موكنين في اثنين وخمسين في مائة اثنين وخمسين معروفة الحكاية هذي ذوك عشناها احنا كيفاش جوا الجيش من سوسيع باش نتصب في موكنين وكيفاش يدهمع الكبير انا دخلت الخزنة دار في اكتوبر حمسة وخمسين يعني بعده هو جاء الاستقلال مارس 56 ولدت فترة اخرى الفترة هذيك نلقاه اسادة فيهما لي من حزب الشوعي كما مرسال معرك فيهما لي متقدمين كما عبدالقادر بالشيخ في أستاذ عربية نصردهم لكل كل خطر بشيطول الوقت هذيك نقول وحنا اللي عزت شوية تكوين متاعي السياسي لأنه كان عنا نشاطي لجانب الدراسات الاتلاع على الأدبيات كان عنا زادة نشاط ثقافي موسيقى سينما نودي سينما اللي كانوا يأتثوهم الأسادة متاعنا فكل فترة هذيك كانت عندها أثر كبير إلى جانب كان في الفترة هذيك المنظوين تحت الاتحاد العام لطلبة تونس مش بكلهم طلبة برك فيهم زادة التعليم التنوي وأنا كنت ممثل تلامذة متع خزنا الدار في اللوجات وقت السياح كان هو الأمين العام تعلجت يعني انخيراتي نقول وحنا بالشأن بدام الحركة المدين بدام الحركة المدين بدام الحركة المدين شأن العام بدام الحركة المدين خليت الباك في اتين وستين وين تواجهت؟ مشيت الجامعة فاكت التدسانس خاطر خليت باك ماتيلام دونك في سوق هراس ناج سوق هراس هذيك اللي موجود في شرعة حديثامر توا كان ريدرون ببال والسنة الأولى بتاع التعليم هذك عشت أنا المؤتمر متاع الاتحاد العام لطلبة تونس بتاع تاية وستين اللي هو مؤتمر مفصلي في مخص حياة الاتحاد في مخص حياة الاتحاد العام لطلبة تونس حضرت في ملاحظ ما كنتش مؤتمر مؤتمر في الكاف وقت وقعه وهذاك زاد عشت فترة أخرى لأنه كل فترة هذيك هي كيفاش الحزب الحاكم تغطرس على طلبة وكان جاءوا طلبة من باريز من تولوز من ستراسبور باش يحتاجوا على المؤتمرين اللي جابوا من الحزب بصفة غير قانونية منعش كلكم تعرفوا هو أنه الانتخابات اللي صارت في مواصينيه في باريز باش يعينوا المؤتمرين متاحهم في كالفترة هذيك هربوا بالصندوق متاع الاقتراع ليرو وحلوها هون في دار الحزب وخرجوا النتيجة متاع المؤتمرين في جريد تلكسيون اللي خطر اللي مشاوا أسرفوا على الانتخابات هذيك من الهيئة المديرة متاع الاتحاد حسوا أن الانتخاب مشاقع بكلهم متاع طلبة لأنهم مش دستوريين أنا ذاك لأنه عليش لأنه قبل ذاك الفترة هذيك وقع حل فرع الكوربو متاع الوجهات بتاع باريز اللي كان أمين عام متاعه محمد العربي بقرة حلوه لأنه وسكروا لهم حسوا لهم النشرية متاحهم اللي هي اسمها الطالب لأنها كانت تنقض في سياسات بتاع سوفية متاع ندام بعد عين وستين وستين وثلاثة وستين كدريجيا ستنخلط في مسار سياسي لتشكيل حركة برسبيكتيف ما هي نقطة التحول في هذه المحلة بالنسبة لك؟ في هذه الحطرة هي بعد مؤتمر هذا الطلبة في باريز وقع طردهم من الاتحاد دوقت لموه في باريز هذا اللي عرفته بعد طبعا وقالوا يجب نكونوا إثار ننشته فيه بما أن الاتحاد معاش الناجم ننشته فيه هون بدات الشماعات اللي تبلورت بشوية بشوية حتى الفين تأسس الجروب دي تيدي داكشن ساليستيمزان اللي أعمل أصدر أول نشرية متاعه في ديسمبر 1963 يعني جزء بعد ما أتمر هذا كمتاع 1963 ديسمبر 1963 أول نشرية جينيل تونس وإحنا في الجامعة أساساً كان ولو تساترة كانوا مهيمين على الجامعة فترة هذيك لكن كان ثم بقعة اسمها مدرسة ترشيح العالي المعلمين الأولياء كانوا في البنية متاع 9 أبريل الجامعة كان عندهم مبيت هناك ذو كحنا الطلبة كنا نتلموا فكل مبيت هذاك في بيت من بيت الأولاد وقت اللي جينا نمره الأول والثاني بتاع برسبكتيف كنا نتلموا باش نتحاوروا عليه ونحكيوا عليه وصارت كيف لي نقولوا احنا أزيقاء بتاع برسبكتيف تكون لك في فترة هذيك فكل فترة هذيك وقع اتسال طبعا مع رفاق وقتها في باريس وعلمونا وانو يحبوا القيادة بتاع برسبكتيف تولي في تونس مش ممكن باش يواصلوا العمل متاعهم في باريس وقروا باش يروحوا برشمنهم مش يروحوا لتونس وطلبوا منا باش يقع اجتماع معا نقول واحنا المناصرين متاعهم في تونس وطلبوا منا باش البقعة اللي مش نجتمعوا فاها تكون قريبة من المستير لانو كان المؤتمر بتاع الاتحاد بشاقعة في مدينة المستير وحمد بن صالح اللي هو كان معانا بسم المناصرين متاع جريت برسبكتيف تملموكني وصديقي وبنجم نقوله هو الأخ الكبير متاعي اللي دخلني شوية بشوية للميدان هذا قال يراهم مش نعملوا اجتماع بوزمك تكون معانا طبعا نويجا نحضروا مع بعض ما فين في شراحل شراحل شنية ديه هي قرية فلاحية والناس الأثرياء متاع مكنين ولو هم يسكنوا في البلدة عندهم ديما نقول واحنا حاجة نسميوها لجريشا يمشيو لها وقت اللي يزمعوا الزيتون وقت اللي يحصدوا وقت اللي يلموا محصولوا متاعهم الفلاحي اسمها في البقعة اسمها شراحل شراحل تبعث جزاكت ما حداش كيلومتر على مكنين داكت فاهمنا باش نعملوا اجتماع هذي اللي طلبينو رفاقه من اللي جاومبيريش نعملوا في هذك في البقعة ديكا وهو أخذيك تكون لتسمى بعد مؤتمر شراحل اللي أسس لي وجود برسبكتيف في تونس ماذا كان تحديدا هذا المؤتمر؟ في أوت تربعة ستين يعني اتجامل مع المؤتمر متاع الاتحاد في مستيرا ما كون أهم من أهم الأسماء والشخصيات بشكل فيه سواء من أنصار برسبكتيف من جيدك أنت أو من البرسبكتيفيين اللي عادوا إلى تونس مطلس اللي عادوا هما أساسا محمد شرفي عادة لكن ما حضرش فيه لأنه وقت مشى وقت مشى تزوج في سفاقس ما جايش حضر معنا في شراحل أنا طرفت عليه بعد لكن اللي حضروا في شراحل ثم نوردي بخذر طبعا ثم حوسين باوندي ثم خميش شماري ثم سمية عطية ابنت محمد عطية اللي كان مدير متاع صدقية وقتها ثم فرانسواز فالنزي ثم من من باريز هذو ما اللي تتفكرهم لا نوردي النعناع اللي رح ممكن كيف هذو هما اللي جاءوا من فرنسا اللي كانوا من تونس كان أحمد بن صالح هذا اللي كنت نحكي لك عليهم كان هو في طبعا أحمد بن صالح مو شهر وزير مش الوزير أحمد بن صالح اللي شوهر الفرزي والا هذا كاو هك تعرف التاريخ هذا الكل ثم من محمد الرقية اللي توا أستاذ في التاريخ في فرنسا ثم عبدوهب الدخلي ثم أنا مانيش من من كان معانا أستاذ في كلية العلوم الاقتصادية إيف يونس وكان على فكرة كانت كرهابتو دو شوهر هي اللي مكنتنا باش نهزو ما لازمنا في الاجتماع هدايا والشي مع هذك والشي مع هذا مو كنين بيدا في بالهم بي لكنه وقع اجتماعه وأنه أحمد بن صالح الفرزيت عامل حفلة باش يفرح بصحابه في جاو من هذا الغطاء وجبنا حتى طباخ من المو كنين معروف مانيش خايفين معنا حد سي عملنا الاستماع وتعدي في حدود قداش عدد المشاركين كانوا في القاعدة؟ يظهر لي خمسة وعشرين كمانا خمسة وعشرين كنا تقريبا خمسة وعشرين ومن الغادي انتلقت في يوم واحد ولا التأمع؟ لا لا في نهارين في نهارين وبيتو غادي كاسور بلاس في الجريشا على فكرة هو الفرزيت قال إن الجريشا يجب نعملوها متحف اوش ما هي أهم النقات التي تم تدرسني فيها بن النقات الأساسية اساس هنا�� أنه مستولي القيادة في تونس في باريس ليس قد فرع في باريس لكن القيادة هي ما تتسس في تونس والقرارات الاثنين الكبار هو مشروع متاع راجل مونتيريور والقرار الثاني انتخاب قيادة وطنية التي تكونت من من زوز من ناس ثلاثة من ناس من عنصار وثلاثة من ناس من يروحوا من باريس ثلاثة من صار اللي من روحوا من باريس ومن وردي بخذر ومحمد شرفي حسين بواندي ثلاثة تفاهم على سف واللي من تونس إيفيونش كاوالتاد محمد رقيم من الإيكونومي السوبرير وأنا من الفاكلتات السيانس وقتر اجتماعاتنا عملناهم وقتا في السيديو وكان يسكن فيه محمد شرفي وكان متزوج وكان يقبر صحابه باش يعملوا صهرة مع بعضهم معنا هذكا اجتماعاتنا معنا في لفيات وقتا تفكر السيديو متاعه من هذا التاريخ إلى حدود تاريخ المحاكمة كيفش كنتو تونس؟ وشني أهم المحطات اللي عاشتوها مع تجربة تجربة تاريخ المحاكمة في تونس في تونس أنا ما قعدش برجع خاطر في كتوبر 65 مشيت لفرنسا لكن في الفترة هذيك أنا مثلا في الجامعة متاع فاكلتات سيونس كونا مجموعة متاع تاريخ الكتيف نجم نذكر منهم بعض هسامي محمد صدام مع لي الشيخ خلف الله فرج دغموري كانت معنا كانت معنا ثلاثة بنات زوجتي رجع بان فرج نظير عنابي انجينيور في الشتاك وكلثون برادعي توفاد درنير مو على زرف هذو ما ثلاثة بنات كانوا معنا وهذاك اللي مكننا باش أول انتخابات متاع الكربو ديجا تخنى بقوة مع بعض طلبة طبعا مع طلبة الشيوعين كانوا موجودين في الكربو متاع فاك دي سيونس وكانوا دي سمباتيزانز معنا وكانوا واللي ينتميون الحركة التوريسيقية يعني ولت عنا وازنوا وبدأت البنية تخبط وقتها ديجا في الانتخابات متاع الكربو نوردين كان يمشي للكمبيوس متاع رستابيا وغاديك بدا كوال نواتات متاع الجامعة متاع فاكلتة ميتسين وفاكلتة دولاتر فاكلتة ميتسين أساساً كان ينشطها ونكون وقتها بسرية مكنش نعرفهم عرفت مثلاً آآ الريفاق هدون عرفتهم كان كارا واحد من فرنسا قبل منعرفهم مش نسمع بهم كيم إبراهيم رزق الله كيم أحباد بن عطمان كيم عزيز كريشان هدون كنت نسبع بهم جي نورديني عمل لنا في الاجتماعات يقولها والاتصالات اللي قمت بها وكل شيء كان طبعاً كان فرع في مدر السرشيح المعالمين كان نشطه أحمد بن سالح ومحمد الرقاية هدون كان نشطات تقول لها كيفاش بدات في تلك الفترة في 63 64 ما معنى أن تكون برسبكتيفياً في تلك السنوات على المستوى الفكري على المستوى السياسي هو معنى العركة اللي وقت مع تساترة مع الحزب الحاكم دري وشنوه معنى معنى نحبو الاتحاد بتاعنا يكون مستقل ما يكون مش تحت هيمان الحزب الحاكم ونحبو حريب التعبير علش طردونا طردو صحابنا من الاتحاد باش ما يخليوهمش يتكلموا باش ما يخليوهمش يحضروا في الاجتماعات باش ما يخليوهمش يطالبو بمستحقاتهم ودليل على ذلك وأنه أول تحرك بقاعة في الجامعة في تونس وقاعة في 65 60 على حكاية المطعم الجامعي وقتها تشد فيها سالحة برور وتشد فيها عبد الحميد الهرماسي هذا يدي جاي خلصة 60 وحنا وقتها مزينا غادي لانا بعد أكتوبر خلصة 60 مشيت الباريسو حسنا نرجو على المرحلة هادية لكن خلينا على الأقل بتاعه 64 وشنوه الأرضية الفكرية وستويسية لترسكتين تنطلقو منها هي الانطلاق وأنه كما اسمه جروب دي تي داكسون ساليست يعني الموضوع اللي نحبه نحكيه فيه يجب أن نعمله عليه دراسة قبل نحكيه فيه والدباء اللي كان موجود نجموش نقوم بالعمل هذا باش نطالبوا بالحرية هذه من داخل النظام بتاع الحكم ولا من خارجه ولهذا باش تلقى في الأعداد الأولى متاع البرسبكتيب سيكتبو فيه عباد يقول يسان بولانتريزم عباد يقولوا لا وهو علاش بولانتريزم والاخل يقول هو علاش واني با بولانتريزم يعني كي ترجع للأعداد الأولى تلقى دراسات عميقة يعني فيما خص الفلاحة فيما خص التعاضد فيما خص وقتها بتنساوش اللي فترة هذيكة كانت معروفة بالتعاضد والحملة بعد المؤتمر متاع بنزرت والحزب الحر الدستوري ولا حزب استيراك الدستوري يعني الشي هذيكة ما كناش ساندين ومية في المية كنا طبعا مع الإصلاحات اللي موجودة في التعليم كنا طبعا الإصلاحات اللي موجودة على القدس ستاتي برسونيل كنا طبعا مع المنظومة الصحية لكن كنا نطلبون بيه بأحسن حتى السلوغوم بتاع البرسبكتيف أو النمرو خرج يقول برسبكتيف بر انتينيزي ميور يعني شي اللي موجودة عنا للأفضر كنا ننضلوا للأفضر 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 في الحريات للأفضر في التعامل متاع مش فرض سياسات من الفوق تعضوا علش فسلوا على قطر كان مفروض من الفوق ما كانش تشريك من المعنيين بالأمر اللي اللي ميش يشملهم ومش ينفحهم التعاضي يعني برسبكتيف لم تكن مجرد حركة سياسية بل كانت أيضا حركة فكري طبعا طبعا أساسا ومن الافتتاحية متاع العدد الثاني متاع برسبكتيف قنا ضروري باش نقوموا ما ننساوش النشاط الثقافي لأنه هذك هو اللي مش مكننا باش نبدل لأفكار متاع العباد الذهنيات والعقليات الذهنيات والعقليات متاع العباد في 1965 غدر إلى فرنسا ما كان هذا القرار بسبب بواد الخلافات التي تدب تدب سوى البرسبكتيف أم كان لأسباب أخرى لا الخلافات هي اللي كانت تدب في برسبكتيفك الفترة هذه هي وقتاً لأن القيادة الوطنية تبعث كتابات باش تتحط في جريدة مع الأسف الفرع متاع بريزي يعتبر نفسه هو القيادة ويسمح نفسه باش يصلح حاجة ماذا كان على رأس الفرع في بريزي رأس هو لا يوجد رأس نجم يقوله ما كان يؤثر أكثر لا يوجد رأس لا يوجد رأس لكن الملادلين كانوا يوجد فرع بريزي وما حسن الورداني خميش شماري محمد الشابي لا رقش من سي كانت سكر في اسمه صغير من سيت مشعب الأحميد رقش واحد آخر سيت اسمه حبيب وحوش كان وقت اللي خلط أنا نلقى مناطلين صغار كما فتحي ثابت كما لندلسي كما لقيت ناجيب الشابي وقتها في المجموعات بتاع برسبكتيل كان عبدوهب مجدوب كان يعني هي ثري فرع بتاع بريزي ثري بالمناطلين وبالكوادر متاع المجموع كان خميش شماري أكثر سطوان من بين هؤلاء كان يتكلم أكثر وتعرفوا خميش شماري ذو اللي تعرفوه عنده شخصية متاع يتكلم لي وهذا هذا اللي خلط باش القرار باش باش أنا نمشي لفرنسا باش نولي المسؤول الوحيد على طبعا جريت باش ميقاعش تحريف لأي نشطة الكتابات اللي جينا من تونس تكون تخبر القرار هي القيادة الوطنية يعني البرو اللي كنت منحكي لك عليه فيه تجتم الناس الجريدة كانت تطبع فقط في فرنسا كيفاش كانت تصل لتونس أيضا؟ وتوصل وقتها سهل يعني تروح بالبقاج مفرق سوبس أنا مثلا نتفكر خطر في فرنسا أنا تزوجت وخرجت ذوك بناتي تولدو غادي وقت اللي مش نبعث بناتي لتونس في الكوش متاعها منحط جريت برسبكتي ونحطها معاهم يعني ناخدو البابي موشوار ذاكة علش ولينا نطبعوها متاخوش برشا تبدلت مقتلة وليتنا في بريس نطبعها تولي ملمومة أكثر وفي سير بابي يسميه بابي فيبل اللي خفيف يعني كرهيف هذاك دونك نوصل نحط حتى بالخمسين عدد في بابي مشوار كما البواتها بيكة ومن الفوق ومن لوطة موجودين مشوار وتدخل الباس وصلنا زادة عنا بعض في فترة عمال في البريد يعطيوني العنوان اللي يجب نبعث له هو دوما يخلط السكي يشوفه هو يتلهبه هو يمسي يفصله يعني برشة حواجة من جملتها تم واحد من البريد وقع يقافوا على خطر في المحاكمة متاع 68 وقع يقافوا لي أنه يلقوا في البحث وأنه لعب دور في تدخيل الجليدة بتاع بريس 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 قداش كنتوا تطبعوا من النسخة؟ عدد السحب النسخة؟ السحب وثم جارية مكبخ نورمان بيتون كيف كيف مقابلة لوكال بتاع السان كنز كيف كيف تصدفها تتباع وكانت في لوكال بتاع السان كنز وقت الفطور ووقت العشاء كيف كيف كانت بهذا كيف ó كانت تنصر من نزلي يعني كل��요 كانت تنصر من انتظام يعني كل نشاط كان كبيرtails كبير مسال وانتجات كبرت شوية كانت تخرج بالنتظام ليس دورية ولكن زاد ينجم في كل شهر يخرج نمر و الأخر شهر يخرج نمر الثاني أنت والمادة يعني يعني وصلت في فترات تطبعها مرتين دوست عددت الشهر طيب من 65 بقيت في فرنسا حتى 77 هذه المحطة الباريزية هذه المحطة الفرنسية بين الفرين في مسيرتك السياسية والميضارية سياجمي كيفاش قضيتها وشنين أهم المحطة يعيشها هناك هو كيفا حكيت توا كنت لهي بالمطبوعات بتاع البرسبكتيف لأنه إلى جانب الجريدة عن مطبوعات ننشروهم خاصة بكتيبات صغار بيخصوا معين موضوع معين لكن بقت اللي بدأت المحاكمات من ديسمبر 66 يعني بدأت المحاكمات أول تحرك وقع في ديسمبر 66 ولت عنا مهمة كبيرة أحنا كطلبة موجودين في باريس أحنا والرفاق متاع الحزب الشوية باش نقوموا بالدفاع على الرفاق باش نقوموا بنشر المعلومات اللي جينا فيما خص الشي هذا فسوان في جرايد أو في ديتراكت نمشي ونواجعهم في الجماعات غادي في فرنسا وإلا باش نمشي نطلبوا من أساد الفرنسيين اللي يعرفوا اللي كانوا موقفين باش يصحوا في ديبتيسيون يعني عرايض عرايض باش نعرفوا بالشي هذاك في الارستورون وقت هذا خطر كل شي موجود في الحي اللاتيني دونك أساس بسوربون فاك دسيانس جسيو تسانسيو يعني هذا كل موجودين في الحي اللاتيني دونك النشاط بتاعنا سهل ياسف انتلاق من سان كنز نمشي وكل واحد يمشي يقوم بالعمل متاعو ويجزي مننا اللم وفلوس باش نبعث محامين باش يساندوا المحامين اللي يدافوا على الاصحابنا اللي موجودين في تومس وبدأ نقول واحنا النشاط الحقوقي يبدأ بانتلاق من الانتلاق منسانت المساجين السياسيين وطبعا هذك زاد باش يجي بنا مادة متاع النشريات يعني والاخبار اللي جينا فيما خصها الإيقافات فيما خصها المحاكمات ننشروها بعد في المطبوعات في النشريات متاعنا خمى محامين أجانب استجابوا دعواتكم ومساعيكم هذه ورافوا على المساجين السياسيين في تومس منجموش يرافوا خطر عندهم الحق يرافوا هما يجيوا باش يساندوا المحامين تونس تونس أكبرهم واللي ديما في كل محاكمة موجود الحق هو متر منذيل اللي هو مارتينيكي لكني لجنبوا برشة السامي كيمة متر ستيب كيمة متر نوردمان كيمة متر الفيفيرون اللي يامرا كيمة بوفيلار اللي يامرا كيف كيف دانيال غيران اللي هو كيف كيف تروتسكي برشة السامي اللي تلقاهم في النشريات متاعنا يعنو هما وقتالي يروحوا يعطيونا رابور دميسيون كرابور دميسيون نحطوه في النشريات متاعنا يعني وقتالي ترجع للنشريات متاعنا تلقى الأخبار هذو ما الكل يعني ماذا تماش خلاف كبير فترة هذيك الخلاف صار يمكن بعد نسميوه احنا التمشي الماوي هذا اللي معروف يعني تمشي الماوي منين جاي هو جاي بعد حداث حربة بالسبعة وستين وقع محاكمة واحد من المناظلين متاعنا اللي هو محمد بن جنات ولبسوا لتهم على انه هو كان سبب فتة الهجومات اللي صارت ضد المناظلين الوطنيين تيانسة اللي هو فتة وهو كذب في كذب لانه اللي صار في لفيات هو انطلاقا من اجتماع شعبي وقاع في البالي دلافوار باش هيجوا المواطنين على ضد الهجوم الاسرائيلي بمسندة الامبريالية الامريكانية وخرجهم الغادي وهجموا على اللافات والسيناقوب لو كان ما تماش طلبة جايوا ووقفوا باش عاملوا سد منية باش ما يقعش حرقها رايوية وقع فيها موقعها يعني الطلبة والحركة الطلبية اللي في الصباح نهار هذاك هم اللي قاموا بمظاهرات ضد سفار البريطانية وضد السنتر كولتوري الامريكان وهذيك اللي تشد فيه محمد بن جنات لانه هو طلع على كربة وعمل خطاب والفترة هذيك يجب الواحد يرجع لها فيما خص صحافة في فرنسا ولا فيما خص اليسار في فرنسا بصيفة عامة بورقيبة إنسان تنويري يعني إذا كان بورقيبة قار راه الشعب هذي وهذا محمد بن جنات كان شباب في تهزمات قبلوها الحكاية يعني باش توصل انتي تعدي اخبار في جريدة كيميلوماند ولا في جريدة أخرى بارلمانيتي وأنه الشاي هذي كذب في كذب عند بورقيبة صعيب دوتان بلوس الإيبوك الوبينيون انترنسونال بصيفة عامة كانت متعاطفة مع إسرائيل لأنه فكل الفترة هذيك الخلاف اللي موجود بين إسرائيل وفلسطين ما كانش موجود خلاف إسرائيلي فلسطيني كان إسرائيلي عربي لقد سيجور وقت دوزان كونتكس وأنه سين كونفي زرائيل وراب دوك الوبينيون أكسيدنطال بصيفة عامة يقولوا شبكم العرب عندكم قداش من أرض شوية فلسطينيين ما خوضوه عندكم خلوه هالأرض هذه الفلسطينيين ماوليت قضية إسرائيلية فلسطينية كان بعد الحرب لماذا؟ وقتها الوالبي ظهرت شقيري ظهرت بالشيكة بتاعها وعيس العرافات ولي فرض روحوا ولا هو البرزيدون الوالبي بالمنظمة متاعه اللي يفتح ولا من وقتها كونفلي إسرائيل وفلسطينيان وهذا كان نقلة نوعية كبيرة فيما خص تعاطف متاع الأكسيدن في زا في ديو للكوز بالسطينيين اللي نشوفوه بعد هذي تم اعتداءات طالبت الله التوانس اليهود ايه ما قاموا بها مواطنين عاديين بي نقول وانا ب سويتا لموبليسيان اللي حب سوديزان الدستوري وري وانه هو متعاطف مع القضية مع العرب هو متعاطف زادة معها العرب هي كي تتعاطف مع العرب بش مانا منذد اليهود واندو كي شموه على المتاجر بتاع اليهود هل هي الكتاب السينية مخالتكش تعيش نوع من المفادقة في مسير كتب المهجر هاني جايك جتسموه المحاكمة هذيكا خليت برسبكتيف انجت كتاب باسمه الكسيون فالسينيان مع القضية معروف بالكتاب الأصفر كتاب الأصفر كتاب الأصفر نوصلو نحلو كمحلين شي عليش صار هاشي هذا هالاللغت هذي من جاي من جاينا القوو جاي من ناسوناليزم عربي شفا عاما قومي العربية قومي العربية يقولو ناسوناليزم عربي ونوصلو نحلو ونقولو ما تماش ناسوناليزم عربي ثم ناسوناليزيين ثم ناسوناليزم ألجريان إيزيبسيان سوري سيريان هما ناسوناليزم عربي هذي ما تنيتو فكرة الدولة الأولمى ونوصلو وهذا كان يخلى برش عباد ما قبلته شيمكن من حتم رفاقنا نقولو يأوصل لناشون إيرايلين يأوصل لناشون إيرايلين وهذا تحول الكتاب الأسفر إلى تهمة ضدك؟ ولينا سويتسونيست ويقولو جيبير نقاش ولي كتبو ألور جيبير نقاش مالتحق بالمناطبة كان في ديسمبر 17 كتبو الكتاب الأسفر كتبو رشيد بللونة ونوردين بخدر وقبل ليت تطبع جاني البريز ونقشناها نحنا فينا وقع نقسام طبعا في المجموعة بريز ثم لي كان مناصر المرشير جون وكنا قليل الحق ويقال لكن وثم لي ضد قال لي ضد مقتلة جاءت المحاكمات كيف لي سكتناه لكن مقتلة قبل لي تصير محاكمات خطر القوة متاع المحاكمة متاع بورجيبة في نخص الرفاق بتاعنا هي الاستنتاجات اللي نوصلونها في الكتاب الأسفر أحسن طريقة باش ناجموا انسان دو القضية الفلسطينية كما يجبنا انسان دو القضية الفلسطينية يعني اللي هو يناصر في الأمبريولية الأمريكانية يعني هذي كي يظهر لي كانت سبب باش بعد في المحاكمات تاع 68 كانت محاكمة قاسية لانه حسوا انه اللي هو 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 الإمباريالية الأمريكانية في البيتنام يعني خرجته عميل بورجيب وبالفعلة يعني بقتلة تشوف القضية الفيتنامية بالفعل هو عميل وانتي بقتلة ترجع للحداث اللي صارت قبل مارس 68 في نوفمبر 67 وقت ثلاث أيام انتع نشاط في الجامعة لمناصرة القضية الفيتنامية وتكون كوميتي فيتنام فكل فترة هذيكة اللي فيها سيمان بسلمان فيها هاشمي شريف فيها عبد الحميد بن مصفا ترجع النشريات تطلقاهم لسي من تاحهم وعنا حتى في الليزرشيف أول كوميتيكي عملوا الكوميتي فيتنامية في حافظ ستهم أيضا في حافظ ستهم بشير بن يحمد محمد شرفي يعني نضاءنا ظهر شنوه فيني فيني يحبي يمشي وقاع بعد مظاهرة في جانفي ضد هنفري اللي جاي لتونس وفي مارس فقتله وقاع المحاكمة اونابالة متاع محمد بن جنات هذا كان يخلى التحرك بتاع الطلبة في الجامعة في شهر مارس اللي مجرع ليه للاكتافات وكل شاي وهني نحب نصير الحاجة يعني ربيع الحركة الطلابية في العالم اللي عرفناه بمي 68 في فرنسا انتلق قبل في تونس في مارس وانتلق علاش ضد الامباريولية امريكانية في حصوص حرب على فيتنام اللي صار انتفاض امريكا قبل ان يأتي لفرنسا في اللي كونبيس وانتفاضة عامة في امريكا وبعد في أوروبا يعني فرنسا ألمانيا إيطاليا كل جاي على قضية فيتنامين امتلاق المهم هذيك ويجانب هذيك كان متنسات زادة كانت موجودة لا ريفولشو كولتوري الشماز فكل فترة هذي كانت زادة ثورة ثقافية سنية وثورة ثقافية سنية وقتل ثورة ثقافية بشيفة عامة وقتل لو وصلت لفرنسا وصلت باش في ميه ثمانية وستين قربت برشا موازين يعني التعليم مثلا قريت قبل ثمانية وستين في جيسيو وقريت بعد ثمانية وستين في فانسين تعليم تبدل يعني وقتل لو قولوا ثورة ثقافية ثورة ثقافية مش فتلك الحركة النسوية انتلقت وقتها معني مش على خطر ثم ريفول سكرتيريش نواز وماويز ما يلزمش العبادة تبدل عقليتها في العالم عامة وستين نرسل هاشمي معرفش فقط حداث مارس في تونس بل أيضا كان عام مفصل في تاريخك في مسيرك سواء السياسية وإلا حتى في علاقة بتاريخ اليسار في تونس أولا حصلت محاكمة لبرسبكتيف وانت تحكمت غيابين وثانيا ماية وستين عشت وانت في فرنسا عشت وانا في فرنسا لي سبابين الخطر وقتها وقت اللي نمسير ونتاصلوا بجارية تلمات باش نحكيوا له شنو اللي يصير في تونس وانا هو يسمعونا بل ما كانوش يسمعونا علاش لانو وقع الايقافات اللي صارت في مارس 18 وستين طالت أسادة موش كانت طلبة كما شكول كما محمد شرفي كما حافظتهم كما محمد محفوظ كما أسادة بتاع الجامعة الكل يعني لكن إلى جانبهم كانوا برشة أسادة فرنسيس كما ميشيل فيكو كما جون جاتينيو كما فليبي دالو كان يقاري في تونس وقت اللي بعد محاكمة خرجوا من تونس شي يجب تشي كيف خرجوا من تونس وجاوا للباريس فين يوشيوا كانوا من المؤسسين متاع الجامعة بتاع بانسان في تلوج كون المؤسسين متاع الجامعة بتاع بانسان تطلقاهم أسادة اللي روحوا من تونس نوايوه كبير منهم كانوا في جامعة وهذا اللي خلا باش انا ندخل لجامعة بانسان ديره خاطر انا كنت باتي سالة بحكم كنت انا نقول احنا لا بوات بوستال كل شي يجب تونس يجب تونس يعني كنت باتي سالة مع هذوك إلى جانب المحامين يعني كانوا وقت اللي جيت تكوين متاع الجامعة بتاع بانسان جون كاتين وبيدو والله يذكروا بالخير قالي ايجا قدر وقتها ما عنديش خدمة قالي ايه واتما ديبوزت ربايجة بروبوزتها وزوجتي كيف كيف بسيكم سهل يتقنى للجامعة بتاع بانسان هذا هذا هربنا نحب نرجع بيك ال ال 168 السربون ولا تسوق يعني تدخل الكور بتاع السربون تلقى تواول كل وتواول كل واحد عنده الليتراتور بتاع وليتراتور بتاع كل مشارب السياسية الا الحزب العادم طبعا اللي صار في 68 عنده اثر كبير على فكرة محاكمة الطلبة في تونس بورجيبو اقتل الشيف كيفاش حركة طلبية زعزعت نظام تعدو قول فاق وانو مارس كان خلاها كانت نجم تعمل حاجة وهذا حسب بمعلومات دقيقة وانو لو كان ما صارتش احداث ما تصورش الاحكام بكل قسوة في تونس لانو بعد ما ني اذن بي اصدار محكمة امن الدولة اللي هي قامت بالمحاكمات متاعا اذا يجب الوحد يحطها في ال يعني محكمة امن الدولة انتصبت خصيصا لمحاكمة شباب حتى المحاكمة الاخرانية اللي صارت 74 هي كيف كيف كلها محكمتها من الدولة وبعد حلوها محكمتها حلها بنعليه دولي وقت بنعليه اللي حلها محكمتش على الدخورين افار فشبكتيف را وبعد العامل تونسي قولها لايه خصيصين ليه نحنا حاكمتنا احنا وبعد حلها هذا يوريك ومكان بالتدقيق سير ايش هذه قصوهم بعد الاستمين راو تحاكموا كمحكمتها من الدولة في الاثمانينة المحاكمة متاعا العدمات محكمتها من الدولة هذه قصوها خاطر معلومة مش دقيقة نواصلوا منحاء بنعليه منحاء بنعليه ثمانية وثمانين من قول القرارات العمل في محاكمة ثمانية وستين وانتي في باري تبقى روحك مدهمة وتبقى روحك محكوم غيبية محكوم غيبية محكوم غيبية وانتي بحث طبعا ناسم تش بد وشكون يطبع في الجريدة طلعا لاش بفرج وكيفاش نبعث له في الفلوس يعني محاكمة بتاعي إلى جانب نوردين بخدري ذهولي زادة تحكم عليها باخطية بعشرين دينار وقت في الفترة هذه عشرة ونصف ذهولي على هذيك وزيد على الترافيق الدنبيز زادوني عامين أخرين وزادوا واصلوني في ثنين وسبعين محاكمة أخرى زادوني عامين أخرين واربع سبعين زادوني عامين أخرين بعد المحاكمة وانتي في المهجر كيفاش عشتوا التجربة هذيكة مواصلة النضال والنشاط رغم القمع لشمل الحال منظر أن النضال والنشاط هو نواكب الأنشطة التي تأتي في تونس طبعا لكن زادا نواصلوا النضال من أجل المدفاع على اللولات اليوم قادوا في الحبس وهوني مش تظهر تجاه جديد وان كان في الفترة هذيكة مكان مش برش عباد يسندوه تجاه العمل الحقوقي لانو كل العمل هذكة تكون بعده هو كوميتين انترناسونال يعني هذي المحاكمة غرصة فيكم البغرة الحقوقية بلافورة دي شوز يعني تقول لنغلاخر به مكر هون خاكلة بطلة واحتكاكنا بال بالمحامين يعني مش ممشاش خسارة خالاخر تحكي معاهم يقول لك المحامين في التونسة كيفاش تحركوا يعني حاسين يعني بعد يظهر الشي هذا وانه اول محاكمة تقع في نظام بورجيبة وانه المحاكمين هما ولو يتهموا في النظام مش هما متهمين بينما المحاكمات اللي صارت قبل المتهمين يبدو حتى باش عائلاتهم تبدأ خايفة لا يوصلهم التش من منذ 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 أفراد عائلتهم يعني أول مرة المتهمين ينتصبوا في المحكمة ويقولوا هما تهمين موش متهمين وهذا حاسوه حاسوه المحامين اللي كانوا يجونا اللي كنا بعثوهم وبعدهم يجبونا دي رابط نيشون من من جملة المحاكمين اللي وقعوه تم محاكمة جانبول شابير لسول كوپيران ويومكن بزهرنا كان خال جانبول شابير أول محاكمة جانبول شابيران لذلك عائلة جانبول شابير قامت بحملة كبيرة طالب بيتلاق صراحة جانبول والرفاق جانبول شابير كانوا مهنسين في الأحيان كانوا مهنس في الأحيان كانوا منضوين في سندكات متاع متاع جدا قاموا بتحسيش كبير متاع السندكات متاعه والمحامين اللي شاو دافوا على الرفاق بتاعنا كان عندهم أثر باش الفيدراسيون في فرنسا يتحسوا ويتحركوا الاسوسيسيون كيف كيف في جونيف تحست وأمنيستية المزارة التي ترونت بدأت تتحسس وأول أبوكاة بعتته أمنيستية باش يعمل بحث في تونس مارس جا في جانبي تونس وعمل البحث مارس تسايب جونبو الشابير يجي بحثي ما نعمل باش نواصلوا العمل تواهو تسايب باه يقولوا بقي فهمنا وقتها باش مع الرفاق باش نمشيوا نشكروا اللي كان ويتشباب فيه تلاق صراح جونبو الشابير وبالمناسبة قلوه مراهو بارشة من الناس ميزالوا موجودين بارك الله وفيك ما اللي خمت وقمتوا بالعمل هذا ما ماذا بنا لو كان العمل يتواصل باش الناس الوالي فيه وفيه مخص أمنيستية صورتو منضمت العفة الدولية كان عنده مؤتمر بريبي في نوفمبر تسعة وستين مؤتمر بريبي يحتر جونب كامل شابير بريبي في تونسي ويقدموه في منضمت العفة الدولية ك تسعين رايي وهذا كان عنده اثر كبير في مخص السنسيباليزازيون متع الحركة الحقوقية والأسادة اللي كانوا في تونس تونس فقط شيء ولا هو من جملتهم جومتير درمانسي ما قلت بكمش والإن كان هو يهودي تونس بعد اللقافات خرجه و جاء بالباريس وهو ما كانوا شباب هادو ما باش كونوا أول فرع في فرنسا متاع منظمة لعب الدولية لي مناصرت شكون؟ لي مناصرت السجين المساجين السياسيين في تونس يعني وقت اللي تشوف من منظمة فرع دولية فرع فرنسا تكون لي مناصرت المساجين التونسا يفهم جمعنات؟ طيلا نعيش أنا حاجة فترة كما هذيك لاني حضرت في الاجتماع التأسيسي بتاعهم طبعا هذا ما كانش ممكن ياسر كان جيت منخمة منابيني وبالروح هيكل ماويسة اللي كنت وشنوه كيفش مشيت لهذاك؟ يعني شفت التحول أنا اللي نعتبره كبير ياسر فيما خص المسيرتي اللي بعد يعني كنت في تشاكل الخلفية الحقوقية في تشاكل الخلفية الحقوقية وهذاك خلى أكل تشاكل هذاك أشمل تقدمين في تونس كل خرابت وقتش تكونت ستة وسبعين يعني كتار جاعت تفهم اللي معناها مجاي من فراغ الحركة الحقوقية اللي موجودة في تونس طيب سليش مي المحاكمة أو محاكمة انتهت بأحكام قاسية كيفش تم فيما بعد إطلاق طراح المسجين السياسيين هل كان على دفعات هل كان على طريق طلب العفو هل هل هو نتيجة للتحول المشتعة تقول بلاد سياسيا على رأس القيادة السياسية على مستوى الوزارة الأولى من خلال فشل تجربة حكم أحمد بن طالح هو صعود النجم فيما بعد هذه الوين ساعة نقوله للوضوح بعد محاكمة 68 69 جيت محاكمة بن صالح بورقيبة خرج المسجين الكل على أنوا عفوا ريازي لكن حكمة عليهم يقعدوا في إقامة جبريق مبدئيا هذا مع بعض أنت حكمته مع الخضر قالوا لكم بن صالح راية سياسة فاشلة كي جيت حكمة بن صالح ما فروض طعيت لهم هما يشدوا حكم قالوا لهم لا عفوا ريازي ها فتبركالله ما قصرش على دفوعات حفوريا لا ما معهم كل وقتاش يعود يشدهم وقتالله عاودة حركة الجامعة اشقال في عوضي عاودة يشدهم ويحاكمهم على اللي يسار في الجامعة لا هذو ما يجاوا وعديهم على اللي عفيتكم علي يعني وقتالله رجعن وردي بيخدروا ويجبير نقاش و الكل اللي يعاودوا تشدوا تشدوا على باش يعديوا المحاكمة متاعها 68 اللي هما تحكموا عليها ظلم وعداوا الفترة متاعها من كل في الحبس اللي هو البرجرومي ما عفاش عليهم لا دفوعات هم يحزنون حتى حد معفا عليهم خرجوا الفريق الأول 79 والثانية 80 81 تماش حفو المحاكمة الأولى ما كانش فقط ترسبيكتيفيين كان أيضا هناك شوعين شوعين وبعثيين موجودين لكن وقتلت حاكمه وقتل وقع العفو وقع العفو على عبد كل كيف شكون المحاكمة الأشكون كانوا بعثيين وبعثيين وبعثيين أنا ما نتفكرش لأسهم الكل ما نترجع للنشريات نلقاوهم ثم اللي معروف أكثر هو نجيب الشابي واخوته معاها أخوها رشاد وقتها شاسمه الشابي الأخر اللي توا معروف منصف لا هذا كان منصفه العمه أخوه نجيب صغير عيسام عيسام وقتها صغير صغير ما كانش أما رشاد تحاكم معاه محمد فريش كان تحاكم كبعثي شكون آخر بعثيين موجودين شعيين شعيين عبد الحميد المصفى سالح صغيدي هشام سكيك عبد الجواد بكل مقايدات كل معروفين لكن المحاكمات خفيفة بالنسبة للمحاكم الأحكام السجنية ضعيفة خفيفة بالنسبة للبحث يعني بعد العافو ما نظن شتم شكون رجع للحبس ما ما رجعش منه حتى حاد الحبس من برسبكتيف كيفاش اطورت تجربة العام لتونسي نرجع لك هون للمرس المائة تمانية وستين حكيتك عالبروشورجون نلقى في الكورب تاسوربون تركت مكتوب باستنسيل بليد على قضية فلسطين تيرو برام لا ممتاز كلابروشورجون بالدرجة بالدرجة سينية عام الخميس في ستاند متاع ام 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 طلبت منهم باش يعرفوني بالسيدة داي بعم الخميس بعم الخميس هذك علش تعرفت غراس دون كميس فلسطين تعرفت على عام الخميس بقيت تعرفت عليه هنا نلقى مشيت بعدها لدارو نلقاه كاتب ملجومات نلقاه عامل دي تابلوت بنتير نلقاه عامل دي سكولتير بطين نلقاه الرجل نابغة مش فتلك وقتها جات الفكرة بتاع اصدار جارية العامل تونسي والعداد الأولى بتاع جارية العامل تونسي تفتلقاه معمولة باستنسيل ورونيو وحاجة شكيفة ما انا بتحدث فيه وحتى العامل تونسي تيتر كيفاش كتبناه يجورها فوقها يجورها يعني نبنيو الحركة العمالية بشوي بشوي وحنا مش نقوم وقتها بنشاط أساسين في الهجرة قدر ما كانش عنا لنبشون باش نقوموا بنشاط في الوسط العمالي في تونسي يعني العام تونسي قتلت عاملت في الأساسين هي أساسين للعمال المهاجرين عام خميس هو المودي زليلة؟ هو المودي زليلة شكون المودي زليلة؟ مودي زليلة هذا أنا كنت عرفت عليه كان يخدم ذاير دونوية في مؤسسة بما أنوا ذاير دونوية نهار كامل يقوم بزيارات معروف يدور في الأحياء اللي موجودين فيهم العمال المهاجرين هو كان عنده دار في شمال باريس كنت ديما نمشي باحدها وعائلاتنا ولات مع بعضها وعنده أولاد صغار أنا عندي أولاد صغار ولت علاقة حميمية بيني وبينه وهذا كان يخلى باش جريدة تبدأ بصيفة يعني بصيتام في المشحي كيف هو العدد تخرج من العام التونس؟ في سبتمبر 1969 وقتها توقفت توقفتش 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 توقفت حتى الـ 71 ديسمبر 71 متوقفت كان كيجا ورفاق من تونس أعزي كريشان وبرهيم رزيك الله بعد حركة فيفر 72 اقترحوا ما غير من وفق وهذا يلقى خلاف بينه بين القيادة اللي انتصبت وقتها لكن حاجة يتول شرحها الأساس هو أنه بعد حركة فيفر 72 برشح واجة بدلت بما فيهم في المجموعة بتاع البرشبكتيف حركة فيفر 72 مثلاً اعطات اتجاه كبير للعمل الثقافي اللي ما كانش موجود بداوا يظهروا بعض شعراء يعني النشاطات اللي كانت في الجامعة والتي عندها حاجة أخرى كما شكون شعراء؟ شعراء وقتها مصغني بدا يظهر كما الغشام كما خل هاش ميجح شا سموه عاش في سيدي بوسعيد دا يرى أول بوام بتاعه خرجناه لوجهة البرشبكتيف بجاة الابوك دي بوام بالفرنساوية لكن مصف غشام مصف مصغني البارية توفد يرني المو تسمعت؟ بسيري فيسبوك مصف مصغني بدا يظهر وقتها كان شكو ناخر؟ كان أطار الأمامي أطار الأمامي واللغماني هيكا مشت سليم مختار الأمامي هذو كان يبدو يظهر وقتها وما تصغير برشا وما تصغير برشا مختار والشبيبة اللي كان موجودة في الهجرة كيف كيف تبدلت بعد حركة فيه في سبعين برشا طلبة هاجروا الجامعة تونسية وجاءوا فين يجيوا؟ يجيوا الفنسين بالعشرات أنا وصلت مثلا بحكم موجودي في المتواطفين الموجودين في فنسين وصلت مرة مديت هذيتو الوقت هالرئيس متاع الجامعة قايمة فاها مئة وخمسين طالب باش يمكنهم باش يعملوا إنسكريبسيون بعد الوقت تعرف إنسكريبسيون في الجامعات تم وقت معين بما أنهم جاءوا بعد الوقت يزم ديروغاسيون يزم صحفة هالرئيس متاع الجامعة منهم مرة عديت وقايمة فاها مئة وخمسة واربعين طالب منزلوا كيف جاءوا أعطاهم ديروغاسيون باش يمشوا يسجلوا يعني ولدت فنسين هي للملجأ متاع الطلبة لي يخرجوا من تونس فيما بعد مش تنسحب سيرهيش من الخرج والبعض يربط الانسحاب هذية بتحويل وجهة العامل التونسي كصحيفة أصبحت ناطقة باسم ترسبيتف ويبدو أن هذا يخلق لك مشاكل مش خلق لي مشاكل هو قاع اجتماع نجم تسميهم لك اللي حضروا في الاجتماع ومجمع جاءوا هربوا من تونس قبل لا يقع يقافهم بعد العفو هذا كان أساساً اللي جاءوا عن طريقة زاير هم عزيز كريشان رديدا السماوي زيكولي أمين زيكولي محامي يدور لي هذا كوم إبراهيم رزقالة جاءوا بعدهم ودليل بن عثمان وبن جنات جاءوا عن طريقة أخرى وما اللي جاءوا عن طريقة زاير هذو ما هم ثلاثة من الناس ثلاثة من الناس دولي ولا أربع نصف طوان تفكر مليا شو صار بطوة؟ صار وانو وقت لو قاعد التحرك في فيفر في فيفرد 72 أنا كنت ناس تبرشة في التكوين شباب في فينسان ومن جملتها تكون ومن جملتها تكون تكون وقتها في فينسان وبعد ما الغادي انتقل ولو في كل جماعات بتاع باريس يعني سانسيين، انتير تكونوا ديكالوجيات ووليت طريقة جديدة متاع نضال طلابي في باريس هالحكا ذي وهذاك اللي مكننا باش نمشي ونحروا دار تونس قدر دار تونس كانت محرمة على اللي مو مش تاترة نجم تدخلها حتى حد اذا كان موش دستوري ولا موش ريزيدون اما اذا كان موش ريزيدون وانتي دستوري تنجم تدخلها بعد حركة فيفرد 72 فرضنا باش تولي محلولة للتونس الكل سببها فاش حقونا ثم اجتماع وقاع باش نحكيوا على اللي ساير في تونس والاجتماع قرروا انو بشتاقى الوكيباسيون بتاع دار تونس ماناش خارجين كل مرة نقضوا هنا هاي صالة كبيرة نقضوا هنا بما اننا يلزمنا نكونوا ديمة موبيليزية باش نذهبوا على صحابنا اه الزواري وقتها المدير بتاع دار تونس ساعة البوليسية الفرنسيس ويهزونا مئة واربعة أشخاص والبيتون ببرمناص على انو بشي يرحلون لتونس هذك اللي خلى الموبيليزازون بتاع الكاليوجات اللي كنت نعكي الكاليوم في الجامعات باش حركوا الرؤوسات متاع الجامعات باش عاملوا التدخلات مع السلطات الفرنسوية باش سايبونا في العشياء باش سايبونا في العشياء نسمعوا انو في الليل وقع تجميد ناشاة متاع الكوميتي دار تونس في الليل وقتها بعدها ما جاء البوليسية وعزونا وقع انتخاب كوميتي دار تونس جديد وقرروا انو دار تونس مفتوحة للتونس الكل وعلى رأس هالكوميتي دار تونس وعلى رأس هالكوميتي دار تونس منجي ميلاد ما شهوريط اللي تعرفوه هو اللي كان الرئيس متاع الكوميتي دار تونس جديد ولي هذا وقت اللي خرجنا من اللوكال بتاع البوليسية في بلنا مش نعمل اجتماع بفنسان ولي هنجمع قلونا نتاوه عنا دار تونس متاعنا ولي هنجمع اجتماعنا بفنسان ولي هت اجتماعاتنا كل موجودة في دار تونس من انطلاقها من هذاك باش اللي لمو اللي كانوا يجاهت متاع لديلين خاطر بفنسان كنا نجتمعه طبعا ولكن طلبها متاع بفنسان برك من وقتها ولا نشاط كبير في دار تونس اللي بشوية بشوية انضمام تاع طلبها كانوا يقرأوا في المسرح ولا يقرأوا في الموسيقى ولا يقرأوا في السينما انضمام قالوا وعليش ما نقوموه بقى نشاط ثقافي انا وهون تكونت اول اه خالية متاع نشاط ثقافي في الهجرة بسيفة عامة كوميتي داكشون الديفيزيون دا كولتير ارابا في فرنس اللي كانوا اساسا متاع طلبة كانوا يقرأوا في سوان في المسرحة وفي الموسيقى الموسيقى الكاتكاف تكون رسميا عام 73 ولكن بدنا ننشط ونحضروا في شيء رسميا يعني عملنا مطب في السلطات الفرنسية عملنا ديبو وحطينا جون بول شابير رئيس سيئروا في المسرحة ونحضروا في المسرحة بل كالسطة الفرنسية من المسرحة ونحضروا في المسرحة ونحضروا في المسرحة وعطونا برشة الوجيستيك وعطونا ماتكنونا باش نمشي ونعرضوا المسرحيات متاعنا في بقاءة هما عندهم بيها التسال في مدن أخرى في فرنسا نفس الشي في مخص الموسيقى تكون نواة موسيقية انطلاقا من نشر أغاني شيخ إمامة اللي كانت جينا عن طريق طلبة مشارقة مش تنصل إلى 74 في علاقة بالشيخ 73 شكون أبرز الشخصيات اللي كانوا معاك في المصارح هل يتشوفوا متوفى الصحة متاع المشرح كما محمد ريس كما توفيق جبالي كما رشاد مناعي اللي يرحمه كما توفيق جيجا كما راديا حلواني كما علي سعدان سيتو هذا كأول فحد الرعيم موسيقيين الهدي قلة أما اللي حضروا في الحفلات الأولى عندك محمد قرفي عندك عبدالقادر العشلي عندك منجيب انطارا عندك نجيب بلادي نوردين قلال والموسيقيين هذا اللي وقتل نجيب بعد نشر الأغاني بتاع الشيخ إمام عمي خميس قالوا عندي اغناية شنية بابور زمر وقتا انطلقت بتاع الأغنية تونسية نشر يعني أغاني شيخ إمام شوفها شو والدت كما نشر أغاني شيخ إمام في تونس والدت بحث الموسيقي والحمام بيض وغيره والخماسي نجمو نعتبروا أنه الـ 72 هو تاريخ قطع في مسيرتك مع الماضي السياسي ولاخمام أكثر بالمجال الشقافي أنت تعتبر الاهتمام بالمجال الثقافي ما هو السياسي لكن غمست أكثر في العمل الثقافي لكن القناعاتي السياسية ما زلت موجودة حتى اليوم القطع وأنه ما كنتش موافق التمشي اللي يخذيوه لولادة اللي جاءوا من تونس ونصبر واحد ومكاك قيادة للحركة واش خلاهم وقتلوا يخذيوه العامل تونسي ما خلاوهاش كما تواجدت قطر قعدت تخرج بالدارجة التونسية إلى مدة وبعدها بدلوها بدلوها عليها كانوا ضد البروشيرجون وكانوا ضد اللغة الدارجة نسيت ما قدلكش وأنه إلى جانب البروشيرجون في نفس الفترة تكتب نص آخر فيما خص الدفاع على اللغة الدارجة وقتها رفاق بتاعنا كانوا باتسال مع زلحة الجرمادية اللي كان يدافع على اللغة الدارجة وعننا نص موجود كتبناه تبقى مطبعناه شفي نشرية الموجود قيتو في اللي زرفية بتاعنا ندافع على اللغة الدارجة واكثر من هيك ندافع على اللاتينيزاسيون بتاعها سبعة وستين رأوا اللغة هذي بتاع الشعب بيجمع توصل لعبات وتوالي اللاتراك يزون لاتينيزيين لورلونغ ليفيتناميا يزون لاتينيزيين لورلونغ شنو هل الطابو هذة بتاع اللغة ملاجم هاش تكتب بالكاركتر لاتين ولابراف قتالة تشوف اللي زي سماسك تفشي كتبو فيه الشاباب باليون باش مش لاتينيزيين دارج من تلاثة وسبعين الى حدود جان في سبعة وسبعين تريخ عودتك الى تونس شنو اللي تغير اهتماماتك في اولوياتك خاصة في علاقة بالمثلة الثقافية عشت عديد المحطات الهانة عشت اه محطة بتاع 74 انسيت ما حكيناش فيها هي بتاع بسيت المصر بس سجلت شيك امام وكتاجيل هذة كما كاني باش خرجت له اول استوانا في في الثلاثة تروالتور في دار اسمه شان دي مونت اه والتجيلات هذيك اول مرة تتقع التجيلات بسيفة 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 كل واحنا بروفيسيونيل متاع الشيخ امام وهذيك اللي حاس براي متواضع اللي مكنته باش تكسر العزلة اللي كان موجود فيها لانه الشيخ امام تعرف اكتر البرة من فرنسا البرة من مصر قبل اللي يولي معروب برشة من الشباب متاع مصر نهيك وانه بعد ثورة ثم شاب مصري تزوجه بتونسية داخ كيفاش التونس الكل حافظة هغاني شوف امام هو مصري ماسمعش به وعمل الفيلم اسمه امام تومس تعدى في الجزيرة وموجود في يوتيوب جزيرة وكي في ايه وموجود في يوتيوب معنا تبعد تكتب با امام تونس لانه يعتبروا انه امام تونس امام تونس يعني مش مصري بعد رجع التاريخ الشيخ امام وبرشة وثايقة اماله معليه كيفاجاتك فكرة ترقل القاهرة فكرة وانه التشجيل اللي كانت تجينا كانت ما معناها بسيف الناس سمعوا الكلمات خدر اللي هم في اغاني الشيخ امام هم الكلمات المهم كلمات نجم وكلمات نجيب سرورة وكلمات غيره يعني قوة الاغاني بتاع الشيخ امام في الكلمات هي ما بسيف احنا باش نوسهم نفهمهم باش النجم ونغنيوهم بعد ودك علاش قررت باش نمشي نجيب تسجيل نضيف يبالي ومالتسجيل نضيف جات فكرة باش نخارجوه الاستوانه وانتي ماشي الاستوانه هذيكة حبيب بالعيد يخدم في ارتيسيي يعبط الفناك يلقى الكديس كذاك ويلقاه اخراج لبس به يعني تروفولي النصوص بتاع الاغنية موجودة بالمكتوب بالعربي وبالجنابهم ماتريش منتاحهم هذي وراوح بيه وبدأ يعادي فيه ثير كيسه عمره ما يعرف شكون والهشب بنفرج يسمع بالهشب بنفرج كان موجود في التلفزة عام سبه سبعين وثمانه وسبعين ولا مدير في النغم نهارهنا في النغم يجيني تلفون من اليداع معايا سيح دوب بالعيد يسأل للهشب بنفرج اللي موجود في البوشتة على الشيخ نام الشيقربي وقتها مزيد كيكمل اللي ميسيون بتاعوه زار دير ونكانتر في ارتسييي وأنا موجود في النغم قال لي النجام شونا مروح نتعدى لك وقتها في انتعرفنا على بعضنا أنا وحبيب بالعيد سنرجع وسبعين بعد شوية وغروف نرجع سيانتون في الهاشمي لكفهم السؤال المهم في حديثنا على الشيخ إمام شو كان يعنيكم كشباب شو كان يعني للجيل هذيك وشو كان يعني هو الشيخ إمام ساعة الظهرة متاعوه الظهر وجاتنا الفرنسا الباريز بعد حربة سبعة ستين يعني هو بيد وزادة فاق بال هال هال الفتل كم نادية متاع القومية العربية بشيخ إمامك ترجع تلقى على شكون يغني على مصر بلدي وحبيبتي يعني هذا كي البرشورجون هات السيدة بلدي وحبيبتي ولا نغالب مهمت شنو نقصد يعني هات نقطة تحاول كبيرة ياسرة هذي كان موجودة في الشبيبة الكل مش كان في في تونس مع الأسف في الناس من يستعراب ما فاقوش بها بلدي وحبيبتي في جانفي سبعة سبعين رجعت التونس في في ظروف مازالت اليوم حولها برشة رواية علش رجعته في أي ظروف ولماذا اتخذت هذا القرار وكيف كانت العاونة والله أنا رجوعي يتلخص في هذا اسمه لوروتورد الميليتون ولماذا؟ لماذا؟ خطر وقتله جيت مروح في الجامعة خافوا علي قالوا لي ما تروح شكاك حذرت سويا رجوعي نرجع قبل لي لماذا تلزمت بشر رواح؟ أنا ابنتي تولدوا في فرنسا في باريس وقرأوا التعليم الابتدائي في باريس ولمش يدخلوا التعليم الثانوي حاجة ملتين في التاريخي في تحياتي وحياتي عياتي يقعدوا يواصلوا التعليم في فرنسا وقتا يظهر لي ما كنتو تعرفون نقعد غادي فرنسا يروح وقتا لا يكبروا هم يختاروا يقعدوا في فرنسا ولا يقعدوا في تونس هذاك القرار قال لي قررت على شرا واحد عمتا بقى كمش الروح الجامن حذروحي حذرت روحي مع محامي حذرت روحي مع رفاقي في الخدمة رفاقي في الخدمة تم واحد يخدم في الدبارتمندو ماتيماتيك عنده كميونة قال لي كان تحب روح لك بالبقى بايش جاج متاعك خذر مش الروح مانيش عندي أمل باش نلقى خدمة بش روح ونقض اللوش على خدمة إذا كان ما شديدش الحبس خذر اندي ما في مخي إيه إذا كان في مخي مش ممكن باش يشدوني بارشة في الحبس مش نخرج نخدم ولمداما مش تخرج تخدم دوك بش روح كاكا ما غير حد سي عندي كونجلاتور وماشينة لابي إسانسيلمان وكالك موبل ديمانتابل وحواجي كتب بوح ومكتبها والتسجيلات تعشي خمام هاد من يجبني روح بك من يجبني كميونة دوك صديقي هذا اللي من فانسين قال لي اسمه يفيك داير قال لي اي روح بك إخي جات فكرة متاع ديليكاسون كاملة والات مروحة بيها باش يشوفوا وش كنش يصير لي من جملت مهم فوتوغراف اسمه هو ديير ياصل لكن كان في شباب وفي الجامعة متاع تونس هوني إحمد خدر قال لي بشراوح ونحب جابي كوبرير تون رتور انفوتوغ كمسا للتاريخ وبالفعل روحنا وقتها أربع من الناس كاميون والكربا زاوستي سبقتني وقتها لوصلت البرت خطفوني الحبيبة تايم راحب وشدوا الكربا وشدوا الكميون محجوزين هذا كل مواطق بتصور وشدوني دونك في الدياستي حق ما عاملوني بطريقة متحضرة يعني ما قا عش ضربي ما قا عش تعنيفي ما حد سيب وعليش مش عانفوني مش قلولي كونت تطبع جارة البرسبكتيب مش قلهم لين أنا سؤلت بتاع انتي طبعت البرسبكتيب في كانجيك فلوسي يعني عندي ما نخبي وقت اللي الثالث المدة بتاعيقامتي في الدياستي الجامعة بعثوا أستاذ كان هو رئيس الجامعة وقتها اسمه ميشيل بو جاي لسفارت فرنسا وبدأ يحرك في الملف هذا الملف ظهروا لهم وقتها شايفوا أنه ما عنده ما يزيد وما ياخده من عندي ظهروا لهم هزوني مدياستي للمحكمة وقال باش قمت باعتراض يعني كيكون عندك محكم غيب حقك تعمل اعتراض حقك نعمل اعتراض هزوني مش أنا قلت لهم ما هزوني نعمل اعتراض هو ما قالولي وبعد قالوا لي يجا عمل اعتراض هو ما قالوا لي راك مش تعمل اعتراض وقت اللي روحت من المحكمة قالوا لي هز دبسك وراوحت نلقى ميشيل بو مفجود هنا في تونس وقتها وذلك خرجت وقبلته باش حكالي شنو اللي صار هل قداش تبقيت في الايقافة هو اول نهار ايقافة في عيد ميلادي لذلك من نجمش ننساه ننسى جنبي والنهار اللي تخرجت فيه هو عيد ميلاد زوجتي اللي هو اللي هنا في فبريد ذلك هو كالبريود خرجت في عيد ميلادي خرجت في عيد ميلاد زوجتي رجعت في تونس في سبع وسبعين وانتي محمل بتجربة مهمة تجربة ثارية خاصة في علاقة بالنشاط الثقافي والفكري وهذا الخلاف فيما بعد تشرف على شركة نغم العمومية لا هي شركة نغم العمومية مش على خاطر نشاط الثقافي هي نجم نحكيها لكم ترفعها هي دون المزور وجيتيل ورسبنسابل دو سرويس أوديو فيزويل في الجامعة باريس دونك وقت المتريالي نخدمو بيه مكني باش نتعرف على الفرن السلدو سو متريالي انتراتر سو كنا بالن ديبليكاتورم يعني تحط مستير وتخرج به نسخ وقتلاجت المروح بشت كنت متصال بهم المزاوديين هذو ما قلت لهم هاني مروح كان حاسي كان تباتيكم مش ممرة مثل بريج ديار اللي مش تباتيكم تباتيكم ممرة جيل تونس واسيمون الدراس يطلع نغم شارية انا بريد ديبليكاتورم بزاكتو ما من عند المزاود هذك وتحالو مانبا بعثولهم قلولهم مجمو تبعثونا التكنيسيان بتاعكم بربب بيشوف المتريال هذو ولا قالوهم في عود نبعثوا التكنيسيان هوا فلان فلاني هوا عنوانه تصلوا بي بلكش يعاونكم وانتي مهندس صوت وانا مهندس صوت لكن يعني عسامي في الامور تقنية بشيفة عامة كنت نقضي في ماتيريال نعرفه في فانسان دونك إذا كان نفس الماتيريال مش صعب عليها باش نعرف شنين جاي البانا دوك عيتولي تيلجرام جاي مشيت للنغم نلقى مدير مزيل كتسمى خطر وقتها تمى اضربات صارت ضد ناصر بن عمر وبدلوا وقتها لإدارة الكل متاع الاستدي وبدلوا لإدارة متاع النغم دوك حط واحد يداري ما يعرف شايل في الامور تقنية مشرف على المعملتان النغم دونك وقتل بشيت باحدها من النغم قال يروا بعثنا كذا قالوا ان اتصلوا بيك هانا هكا علش تصلنا بيك ثم هيا هنشوفوا شنو الماتيريال نلقى دوبريكاتور رفكتيب ما من عند المزودة اللي قلت ايكم عليه الحكاية فيه فيزيبل طار اشبت الفيزيبل ودرت الواحد يتكيف قلت عطيني ورقة اليوم يوم حطيت الفيزيبل عودت خدمته شبريكة اثنين الثمانينك بتاعنا عبادة رجعت البيرو قالي ايش لازمك قلت ايش لازمني ايش عملت ايش لازمك بايخ رجل تكنيشين وموصي من فرنسا ويقول لنا هاي البانتاعكم ودخلوا ش لازمك يقول لك ش عندك ما لازمني انا سبني انا جيران دي سرفيسة وفرنيشور باش مي يبعث لكم السكنيشين بشت عرّع السيدة ذا كان في مخوش قالوا بشاي حكال العرف وبيدي جي بتاع الاستديق قالوا ورا وزي واحد وقال لنا كذا قالوا عاود عايته وقلوا دي كان هذي نجمشي تاخذ وانتي يتلهلك بالماتريال وكل شي عاود عايتلي قالوا يتنجم تلهانة بالماتريال هذي قلت له اه شنو عندكم قال لي احنا عنا شين كاملة بتاع فابريكاشون دي سيكو عنا هاد ديبليكاتور هذي دي كاشت قلت له عندكم كذا كذا سنتر دي كرافور خدرنا بحكم خدمة للعمل النشاط اللي قمت بي باش عملت الديسك تاعشي خيمان تعلمت شمعناها كيفاش تعمل للدسك ما انا في بالي مستير ووالبقيه دابروس يا اخي اجتي اوبلجي دسويفر لا فابريكاشون دي سيكو عشكال في باريس بشيت للسنتر دي كرافور فمتاليازم دابار باند هذي كتا تعمل في بقعة اسما سنتر دي كرافور بستوالي كرافير سور ان ديسك ايه؟ بعد يزيب يبشي القالبانو بلاستيه بور فورمي امول وباعد يمشي البريساج بور سورتي لو ديسك هشي هذي موجود في النغم قيتو تلاف الكل بينما في فرنسا كل اتاب في عند فرنسار دوك سألتو شعندكم عندكم سنتر دي كرافور قالي انا منعرش شاية ميشي نعمل دور شي نعمل دور جيبلي التكنيسيين اللي ليه بالسنتر دي كرافور قالي ايه نبداو بيهو دينا السنتر دي كرافور منعن فورنسار ألماني نمان بايه غالفانو بلاستي كل واحد ناس هلو شنية مشاكل متاعو الالبريساج نلقاو بكلهم اللي بس عليهم ما عداك سنتر دي كرافور فيه مشكلة دوك مشي قلية مثل ها بشي هذا قلتو هذا مفيش مشكلة وهذا مفيش مشكلة وهذا انو يريدك مشكلة بتتبقى هوني عندكم مشكلة انا ما نجمش شبابا مونججي بيجي نقولك انا بشلا بالشي هذا لاني ما نعرفوش الديبليكاتور نعرفو كارا قلتو اما هذا ما نعرفوش ايش نقول حل قلتو حل حاجة من ثنين يا انا تعايتو الانجينيور متاحهم وكي جي نحضر معا وقتها للميت جيبون مونججي بول انترتين بليتاك وهلا اذا كان جات مناسبة تبعثو اما الاحسن جيبوه هو خدروا خدراني وقتها باسبوري ما فكوكو مشكلة ما بعثونيانا لالمانيا ما جيش طالي رواحت فكولي باسبوري منا اكا هوا اكا لوحت عروحي انترتين دخلت نخدم في التلفزي كيفش تدخلت نخدم في التلفزي ملعبت كل دخت شنودة هذا اذا كان رواح من فرنسا وما ربطوش وبعد يدخل ايه اخدم في التلفزي هذي شنية لازم عاملوا مرشيه شي دادا ما عشكون مع الصيح اذا كنت قلنا عملتها مرشيه مع الصيح وهي سببها احد شي كيرا واحد خويا كيفي قراء في خزنا الدار قال لي هيا نمشون قابلوا صحابنا في خزنا دار ثم فات عاملينها الليزانسيان في خزنا دار في در ثقافة بنو خردو الابوك وقتها محدين لقليب مش محدين عبد قادر القليب دي مدير من در ثقافة قلت لي كان در ثقافة فا بيرا وقتها وفاها هشيه دوك خديك خلقيت صحابي من جملته مواحد مدير تلفزي اسمه منصب السباس نحكيه منه لنش تعمل وشنوه قلت له نورمال مانش سوى انجينيور ديسان قالت جيت طول عليه غدوة للتلبزة قلت له ويد بشيت مانش مصدق دخلت نحب عايتني فلانة تفضل كاكا يجيب لي الانجينيور انشاف متاع اليضاعة والتلبزة اسمه حمد الربعي هو وفات باش يشوف بشنوه بزقيتي كواه وانجينيور ديسان وانجينيور ديسان حكيت شوية مع حمد الربعي سألته بشيات برزيزة قالوا قلوه غدوة يصبح فهم مع محسن برزيزة محسننس يا ربي كان هو الشيف دي كيف بتاعلي كار اللي يخرجوه عن ريبورتاج حفلة المتنقلة حفلة المتنقلة ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم نادي اسفاقسي قال لي حسن بلخوجة جات خبع عنا في الكار بخطر الحجر فقط بقيمة وقوت الشعب في استاد العائمة حسنو كنت في التلجا حسن حتى الاخر العام لتاع 77 ومجملته حضرت في الكار بتاع الالي اللي جاهو في الصباح وزراء حضرين في الهؤل mantg وفي العشياء حضرين بالميزاني عملوا الدميسيون محمد الناصر envision بالخوجة ومصب الحاج عمره ويظهر لي حبيب الشطي وشاس مباجي غاي سبسي مش معاه ومقته لا مش معاه استقالات اللي سبقت ستعاشي جنة في خانيا سبق وعلى عشت هون دي ريكتا نهارك بعد التالي بزيج استناني عاد فأنا فك النهار هذك ويزيني تاليفون الخطر بعد والكار مربوطة باللي دار يجي تاليفون من البلد يجي متع الاسدية وحسي بيكت متعالي وين نحن نبقي وينجي بهات ألي مراحتة وليد يجي تالي ستعالي ست Isدي ستا دي لقد قائلت الاجس ديركتر داخلال فنكون اسمو حسين دمين نقا ستافتالي دارة ستا دي لك اللغاديق بالمفه مدير نغام قالوا لي لبوست ديركتور نغام فيتر فيتر وكأنه يتبعون كيف تتبعون كيف تتبعون كيف تتبعون بالديركتور نغام فيتر نكمل الكارثة من هذا خرسم الغادي بالتاكسي فون يتحدث البيديجي قالوا نجم شقاب الكارثة قالوا يمارحبا دور التاكسي فون يجيها الأخرى بتاع الشارع كارثة عودت تخلت لبيرو هو ممكن يراه تبالوش اللي أنا ممكن عرفته بروحي عرف شكو قطوا راهو أنا مزيلا كرا واحد من فرنسا وفاكل باسبويل ومحكومة غيابي بارك الله وفيك الليت ما بربوزيت بوست راهو برشحواجة تنجم تتحيل ضد البوست هيا هو علاش أنا محكوم غيابي فاسبوري ما في كوك اه يظهر اللي كان تحب تتراجع على اللوفر متاعك ما راح بذن ثم اشعرتها مشكلة أكبرانتاج راو أخوان جي للي ببدل ما تعرفوش قام ومد يدو مانو بلوكو جاماجو تيان بونو من ديركتور دونار يودي كيفاش قالي البلتاني من الترواء اتهنى مش جي نظيف انت عملت اعتراض دونك يو بطلقاش في حد شي والبقية من عاشر صبحت لدو جانفي سوساندس ويت مدير في النظام في حداش في ستة وعشرين جانفي نشيت مقتلكش اللي وقت اللي تخلت النخدم غادي في تلزة نلقى حاجة مزرية دخلوني فاكاتير شمعناها نستنى وقتاش الكاسة تحل والكاسة كان مزيل فيها فلوس خطر صف كامل قدامك باش يعطيك الفكاسيون تاعك يعني حاجة مزرية عشرات اذا كان مشميات موظفين يخدموا سواديزان في التالفزة والإذاعة وبالبادش والتوشكي تيفو وهم في الحالة قلبت الدنيا مع منجي باللمين انتراطر الله يا رحمه قطوية يفو كريانس انيكا شنعكاية هذي بتعودة ونشطت مانا هوانا وقتلها قد في تلزة اعملنا اجتماعات حتى فين بدأت الفكرة بتاع السنديكا بشي تتكوين انتراطر الله يا رحمه موصلت لعمل معه البنتي جنفيي البوليسي يعملوا التالفزة وماذا عليهم قالوا ليها ذكا ولا في النغم يكلموا وعرفهم رأوا السيدة ذكا ولا في النغم نمشوا للغادي قالوا ليها خليوا غادي سي كمساكو جاي شابيه وزارستسوني دانسي جاويه هذي اول مرة تقال تتحكاه وموطقة شي هذا ما انا ما فيهش حد شي يكلمني بعد خضر اللي التهبية باللاكوي بتاعي مالي رواحت هو سي محسن عب السلم انت عرفوه محسن عب السلم هذيه هو اللي يقلم برمشوا يشدوه في النغم في اللي يدعوه كيل الموح قالوا ليه خليوه يكلمني نهارين بعد يقول يا أخويا مبروك وليت مدير نغم ومتعلم ناس قلتوا ثمانيك عليه قلتوا ثمانيك عليه قلتوا ثم فاكيني لي تجيلات بتاع الشيخيمة فاكيني لي باسبور طيب ربي انا مش نقعد فاهم النغم ما مش ترسيلي وقتل يجي يطلبني مش نبعد كوميزيون ومش يقولوا ما عندي باسبور مش نبشي هروح يقولي بره وحرق لي لا لا قريض هروح طيب كلمك كان جور أفريق يقولي بره بشي الكورجاني هز تصويره ومشي عم باسبورت تاعك حتى الخمسة وثمانين حتى الخمسة وثمانين خرجت صالح الخميشي اللي كان مدفون خرجت مرسيل الخليفة في النغم خرجت شعراء كانوا مجبودين خرجت ديسك متع سوليست كما حمدت القلعي يعني عملت حوجات لي باسبورت وبعد خمسة وثمانين بعد خمسة وثمانين طبعا مش ن لازلني نحكي لك حاجة أخرى طبعا ذاهرة من فرنسا هي وزيت بتونس واللت وانو ديسك ماشي بلد محلاء دوكي جزمنا نتعداول الكسات طبعا جزمنا نشوف اللي لوكومت عن نغم مجبودين حاجة كبيرة باش نعملوا معمل متع كسات ديما نشريوا في الكسات امبورتهم ولا بيس دوك كلمت البيديجي قال مشيت عم سافرت بالقدام مش فتكا مشيت للمانيا مشيت لفرنسا ايطاليا وراوحت بيتود بتاع فبريكيشون الكسات في معملة النظام ومن جملتها كان واحد من البرسبكتيف اسمه علي الشيخ خلف الله كان ديركتور في الاندوستري كنت باتسال معاه ووراني كيفاش نقدم الدوستي وتخدد دوستي بالقدام يتعدى في الكنسايد منيسر نويرا يقول انا الشركة الوطنية نحب نرتاح منها ومتوما تقولول يجا نعملوا معملة الكسات في السدية الدوستيه ذاك عزوز لاسرم يهزو يعطيه الرضا العذابي وان كانت هو الباحث بمحقوش يحكي على اليوم ملعكاته هذا الرضا العذابي كان برزيدون تعلق البفركان يعطيه الجوز من الناس اسمهم لاسعد بوحواله اللي هو يقرب لهم في البانونتاز والعربي خلف الله يقولهم هوا معملة الكسات حاضر ما يعملوه جيني البانك دي سيدة اللي مش تمول تصوستي لكسات تقول ليش خولك في الفيزابيليتين متاع معملة الكسات ليتودي هذي كيمة الدولي مش تحبني يقولهم وقتل ليش ما عندي ما نعمل في النغم شو مش نعمل خرجت اروحي عائلتي هبلو تشبيك مدير في النغم تمشي تعمل ديميسيون ما عندي ما نزيل ما نضيف لها تقول لي عندي مش نضيف وضيفت وخرجت خبش عليك يفي انتراتر لكي تقنثي اقنقل كي تحبني لكي تحبني مرة إلى المستقبل استقلل كي تحبني لكن لا تحبني بها إن المستقبل في المخاطر وقتل بيوم صوراق خرجت اوكاوانت صوت افريقيا اللي خرجت بها الأغنية المنتزمة في الثمانينات كله طبقاً طبقاً خرجت من الحمامات بعد هذا الصوت أفريقيا مع الأسف الظروف وشنوه فلست سكرت هذا الصوت أفريقيا بعد ما خرجت بعد الموسيقى والحمام بي الأغنية المنتزمة كل خرجت برتيكما وغاني الشيخما كانت تسمى ديركتور دي سنتر الكولتوري دي حمامات قال لي إيجا معي مشيت معاها قعدت قدي كخمسة سمين حتى 2003-2003 على ابتداد السنوات هذية وحتى بعد الثورة احتميت أكثر بالجانب الثقافي كانت عاملت نشاط حقوقي ولا تترقت أكثر لحياتك المهنية حياتي مهنية ما هيش حاجة كبيرة كنت نسان في الأغنية الملتزمة هذيك يا حياتي المهنية كنت على قبر هذا نظار؟ نظار ما كانش صوت أفريقيا كان عملت فيها أول استوديو بتاع تجيخ جسكولات تحب تسجل تبسي اللي ذاع أنتي اللي ذاع تقول لها ما تسجل بحث متيقة مش قولك تفضل لذوق جي كريان سيديو دون رسولمون واحدي في صوت أفريقيا فينا عمل فهمت في صوت أفريقيا والستوديو اللي لاني مجيال انشانتي كونتم في الصكا بل تعالي دون استوديو موجودين برطول لطفي بوشناق وقتها عبت عمل استوديو التالفزة ولها عبيدة أم عبتوا بدلوا سيديو مليتي بيست ثورة ولت حتى المغنين بتوانسة يجيوا بحدها يبس سجلوا عندي شو ري خليك ما ترجعش وتخول تجربة حزبي أو تجربة سياتية بالمعنى الانتظام ستيازي هو اجتماع كبير وقاع بعد 4 جانفي في دار رشيد بلللونة المناظرين القدم ساعة من نجمش قبل من نجمش ندخل حزب مع نجم الشابي الاغلب صارت لي تجربة حزبية مع المبادرة في انتخابات الرئاسية بتاع 2004 مبادرة الديمقراطية مبادرة الديمقراطية تسميها نشاط حزبي كانت ورشحة محمد علي الحليم وكنا نسهرنا في التجربة هذه القدمة الكل بتاع فرسبكتيف نسهرنا نوردي بغذر فتح بالحجاعة كنا نسهرنا فيها ومشينا فيها برمان بقلبه وربه وحبينا تيمكن هذا كان نشاط الحزبي الوحيدة اللي عملته انا مال يرا واحد ولا بقية بيش ندخل مع نجمش بيش معقول بتواذر كس ممكن شكون اخر ندخل مع التكتب تجديد هذا هو التجديد عمنا مبادرة ومانيش حيتشل لغالب حبينا نبدل هذا مستقل لا حبينا نعمل واكتر يوني مبادرة حبينا نمشي واكتر في الحكاية على الأسف الحركة لتوحيد لياها والعائلة تقدمية ايه كريمة اوه اعملنا اختراح باش نبدل الجريدة اصل يعني كانت تحكيوه مع فتح بالحجاية نجمع تكون مكتر على الفترة هذه يعني حبينا في التجديد نعلو حاجبية معلسف متمكنناش بشي تقديرك الزخم هذي في تاريخ ريساء خاصة في الملحة التقاتي على مستوى المسرح على مستوى الشعر على مستوى الموسيقى على مستوى السينما الى اي حد اليوم مازال موجود بنفس هذه الجروة المشتعلة بمثل هذه هذا الحضور القوي اللي عاشوا جيلك انت خاصة في تجربة المهجر وحكيت حتى على كيفاش المسرحيات يعني كانت تتنقل خلقت حركية كبيرة في فرنسا فما بالك في تونس فيما بعد ليه هو ساعة كل فترة عندها خصوصياتها فبا اتر مستلجيكة سبوع يعني الشي اللي صار في السبعينات وبعد في الثمانينات منجم الشي يصير بنفس الطريقة بعد عشره وعشره 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 يعني انت صارت اعمال مسرحي أبقات تاريخية في ذاكرة الثقافة والمسرح في تونس ثم في المهجر ايه ايه فكل مسرح بيده هو تطور تشوف انت المسرح بتعتوه في قجبالي مش كما المسرح اللي عملوه في المسرح بلدي يعني ثم يعني جيل من جيل الجيل كشانما امور قادت تطور مش بالضرورة بنفس الطريقة يعني انا راه اللي اشتساير تطوره عند شبيبة هم كداد العمل اللي عملوه جماعلي في الثمانينات التسعينات يعني بالنسبة ليك لتغير هو الزمنة مالخضور المسهلة الثقافية وليسيبور هم بيدهم ما كانوش نفسي سيبور شبالي مامشي بور المحام تغيرت المحام تغيرت والانتظارات بتاع المواطنين تغيرت تغيرت تتغير لقد قابل حزاب اليسار ومترشو أنها يعني همشت أو ربما قصرت في التعاطي مع هذا الثراء في الفضاء اليساري والتخدم لأنها هي ما عرفش تتأقلم على الوضع الجديدة حسب رأي انا اقتناعي نقولها مرة قدش مرة نقولها مع الأسف مزالوا ما بدلوش اللي في مقاخ بشيفهمو شنوالي عايشة بشيفهمو الشبيبة كيفش ترى الأشياء بشيفهمو نعطيك حاجة بركة صارتلي مع الوالد بشيفهمو انتي بتكتموه جنيا الحكاية الوالد في اقتلال نخدم في السوكا صار لي حادث دخلت فيها كامنونة كات كات بشي دايور منجروا عيني ميخرج عليها كاسات اسمها كات كات بشي انتلاقا من الأكسيدون هذا كا روح الوالد روح جاب حذية عنده مدة مقتعني فلاسك خضر أنا مانش مسلم ما نصليش وحكي خلاف الأخواتي الأخرين مقتعني كسمع بي في الدار وعندي جبيرة في ساقي جاني قال لي أول ما تخلق قال لي الحمد لله كي ربي تفكرك قال لي ربي تفكرك يعطيك مصيدة ابنتي وقتها عمرها حدا سنة لا اثناش ولا اثناش ولا اثناش ولا اثناش ولا اثناش سنة وقتها زوجتي تخدم البرا دونك فتثم أنا في الدار ومعي البنات مزلوا كي روحوا مليشي من عاش شنو قلت لها سونيا قتل سفا بابا بابا خسر لي بابا قال لي شنو هيت قلت لتفكرش بابا حكيت لي حكاية معها جدي يعني بوك قال لي شنية قلت له وانتي في الجم حنى أمك بعثت بوك باش يطل عليك ياخي انتي وقت الفطور حتيت ولدك مصفى مشانا مصفى أخويا الكبير حتيتوا معنا في الطاولة معاكم معاكم في الطاولة أخي كروح حنيني للدار سألته حنى قالت له ها شنو هو البشير قال لي ها كل مهلوك حط ولده يفطر معنا في الدار وقتل وقتها قال له غالب ما مش فهمه أنه الوضع تبدل نفس الشي تلقاه في كل فترة من فترات تحياتنا رو فترتك أنت كأب مش كما فترتك كجد فترتك أنت كشاب مش كما فترتك في تاريخ اليسار تونسي نجم ونحكيه على يسار ثقافي بخصوصية تونسية هو الثقافة هي سياسية بامتياز لكن ما يجم هاش تحصرها في حاجة هيكة يقولوا يسار ودي أمين ودي يسار خاطر نجم يكون عندك مبدع ولو هو أفكاره ليبرالية نجم يعطيك حاجة تقدمية هذا البهي في الإبداعات في المبدعين يعني عندهم حسية عندهم حاجة من مرتباتهم بالواقع مهما كانت الظروف يعني مش كيمة لإنسان يبكلوا تيوري المشكلة فينا في الدوغماتيزم يجي بقتلة تشد إنك موالا تيوري وتقعد في التيوري إذا كانك ترتبط بحاجة من الموسى تنجم تتمنع من الدوغماتيزم اليسار تونسي عام في دائل دمية عام تقديرك إلى أي حد أسم في الفكرة التونسية في المجتمع التونسي في تاريخ البلاد؟ أسمته كبيرة علش مثلا الحزب الشيوعي التونسي المغربي ما أعطاهش نفس الانتيجة في كيف ليعطاه الحزب الشيوعي في تونسي انتي تتخيبة الأفكار بتعتار الحداد جاتكاكا من عدم أنتي تتخيبة الحزب الشيوعي في تونسي بكري من بداية قرن 19 قرن 19 يعني ترجع عادل بنجو يقول الحركة النقابية انطلقت حتى في القرن الثامن عشر حتى في القرن الثامن عشر عامل دراسات يعني حركة نقابية موجودة مقبل هذا اللي خلى تونس عندها أرضية باش تقبل الأفكار تقدمية فيسعة وعطاه الحداد في الثلاثينات مش ليهم منذ القرن حتى بالخصف سيبه هذا رغم ليهم قارن فين في الزيتونة هل هي تناجم تخول مقابلها لازهر شوف الزيتونة شتعتي وشوف لازهر شعتي ذلك أكيد وأنو هالحركات هذه كل أثرة بصفة إيجابية ولو بأنتي والفترة لكن خلت جذورها خلت ما بعد تتخيلها في تاريخ اليسار اليسار مش على الخطر مش موجود في الحكم بصفة إيجابية قال لي مش موجود في تونس الانتاج الثقافي بكله قاعد يدافع على الأفكار شنية المشكلة؟ وأنو في كل فترة تم فترة بتاع الردة الردة هذي من نجات ما هو النظام ما سول عليه والنظام انتي أخي وقتل نرجعوا إحنا الإسلاميين وقتل ظهروا في الجامعة وقتل الحزب عايتلهم باش يضربونا أحنا وقتل الإسلاميين دخلوا للجامعة مكانوش موجود باش كونوا بناء لهم الجوامع أخي هما بناءوا من الجوامع الإسلاميين مش له نظام بورغيبة هو نظام بن علي لقاوه جوامع باش يخد مخدمة سهلة شعب يختر منك باك النظام هو اللي سبب في الردة مش هينيكموا الإسلاميين بسبب في الردة نظام بيده هو اللي أعطاهم الأرضية باش مكنهم باش يقع عندهم الحضور اللي قادين يقعوه وزيد ما ننسى وزادة هال هال المساندة اللي لقاها لقاوها الإسلاميين في الحالة بأجمع أخي شكون نكون بن لادر باش يمشي حارب السوفيات في الشيوعيين في أفغانستان مش سياد شفت هون التقارب بين قرار بورغيبة باش يبعث الإسلاميين في الجامعة باش يضرب اليساريين وبين السياد تكون في بن لادر باش يضرب الحزب الشيوعي في أفغانستان مش واضح هذا وشكون نسندهم باش يوصلوا للحكم مش الغرب يا أخي انتي مصفر بن جعفر قبل الانتخابات قال يستحيل باش ندخل في في الترويكا شنو اللي لازجو باش يدخل في الترويكا في الانترناسيونال سوسياليست لأنه هو ينتميل الانترناسيونال سوسياليست اليوم في 2020 ماذا بقي من الارث وموروث ترسبيكتف في تقريري والله الارث ما نجموش احنا نقيموه يزم شباب يقول خدر احنا ما نجموش قيموه تبقى احنا مش نحاولوا باش نعطيوهم المادة باش يعرفوا شوي التاريخ باش يتريوه أفكارهم باش يتريوه والتحاليل متاحهم باش يتريوه والتعاكم متاحهم مع الوقع متاعهم لانه مع الاسف النظام ما خلناش باش نخليوه ارث كبير ثقافي ولا ارشيفيستي ولا حاجة كوكسوسوار احنا ببدينا نلمو في الاسف النظام كان بعد 14 جابي لانه الاسف النظام متاع الحركة بتاعنا لكل وقت الوقع ويقفاته بتاع مناظلين كل هزوه من البوليسية الاسف النظام اللي نحكيوه عليه تاوه متاع حركة هو اللي كان البره روحنا بيه اول مرة روح قصة كبير من الاسف النظام متاعي اللي كان مخبيه عن قصة كبير من الاسف النظام متاعي كان عنده دور كبير باش احتفظلي بالارشيف متاعي في 2018 مارس 2018 وذاك اللي مكننا باش عملنا ندوة الولانية في اكتوبر 2018 على ربيع تونس وعملت بعده سفرة اخرى باش جبت شوية من الارشيف بتاع حسين ورداني يعني مكني باش نجيبه شوية رصيد كبير من الارشيف زاده متاع واخر سفرة عملت في نوفمبر 2019 اللي اتوقع دا نعمل في اللاسمان متاحه باش نوصلوها اللي دو برمير ترانش هات زيناهم ديجا في الارشيف الوطني نماريزي عنا هالنسخة نماريكة في الجمعية وتكمنة جمعية اساسا باش نلمو هالموروذ هذا هذا يمكن مستعمتنا فيه جمعية تونسي للذاكرة والمستقبل شكونا برزي المؤسسين؟ المؤسسين هما مناظلين القدم متاع برسبكتيف إبراهيم رزقالله محمد صدام لا محمد صدام ما حابش يدخل معنا في الجماعين الحاسقي حبيب مرسيد لاه القدمة محمد صالح فليس القدمة الكل واحنا الوبجيكتف تعنا الولاني بشلموا النشريات هذا كان سهل النشريات كلها مناهم وعملنا لهم وحطيناهم في الارشيف الوطني في المكتوبة الوطنية وبعد تخلنا للارشيف الداخلي يعني المرسلات والنقاشات اللي كانت موجودة وكل يعني رسيد لبس بيه ثلاثة مرات رو راح بكربة بكريدن ثم يتقرأ وثم يتثيقوا ببرشة حوالي ما كانش الواحد يتصورهما سلاش بالبرفرس جاءتك صح على الشهادة هذه شكرا لك وإن شاء الله الشهادة هذه يكون عندها أثر إيجابي خاصة لدى الأجير القادمة وخاصة لدى البحث أنا نشكركم كبير ونشكر نشكركم سعب صفة خاصة لأنه يظهر لي برشة أشياء ما توثقتش من الأشياء اللي عشتها إلا اليوم وهذيك يمكن تكون نقطة انطلاق باش الإنسان ينجمي يدقق في أشياء أخرى بالوثيقة اللي عنا موجودين في الجمعية لهم على ذمة أي بحث وعلى ذمة أي طالب أي ناشط يحبي يدق في الأمور هذه مثلا نرجع للنشاط الحقوقي تكونت برشة النشريات فيما خص الموضوع هذا خارجة النشرية بتاع ماس بيرو على ذكر برك وقتها ثم كوميتين انترنسونال بولاسوب جاد دراد لهم التونيزي اقترح على ماس بيرو باش يتبعنا النشرية هذيك ما دام قبادوا في الكتاب تعمل لي كوماندو متاع كتبها على ماس بيرو مش مليتها تدخل لك البروشير هذيك تعادوا الأولاد في الفيترينة يشوفوا ها البروشير هذيك فيها تصويرها متاع المحاكمة متاع 68 بالوقت تعطاوا مورد أردر باش شاو شراها قبل اللي تجي البوليسيات شوف في الظروف كيفاش كانت تتمكن باش أشياء من نوع هذيك البروشير هذيك فيها المحاكمة كيف سارت بالضبط والطلبة قلت الطلبة المحامين شنو كان دورهم المحاكمات بالتطقيق كل واحد قداش محكوم عليه موجودة بروشير وتوزعتها كيفا نظام حب ولا محبش توزعتها عن طريق مكتبع وهو يشوف الأغاني بتاع الشيخيم ها متوسعت عن طريق إذاعة إذاعة دولية هذي اللي مكنت باش كونت الشباب اللي اللي عاش الثمانينات والتسعينات شكرا لك سيليش ما عنديش حتمزيه وشكرا لكم دوما برشا اكترا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم